شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء شارك في جلسة حوارية في مؤتمر فكر 15 المقام في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتطرق السمو خلال الجلسة الحوارية إلى مسيرة التعاون لدول الخليج العربية والمنجزات التي تحققت في مختلف المجالات أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن الإنجازات التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية مصدر اعتزاز وفخر ولكن مع ذلك يتفق الجميع على أن الطموح أكبر ويجب تعزيز الروابط لبلوغ مستويات أكثر قوة وتكاملا من خلال العمل ككتلة لها ثقلها الدولي وقال سموه إن حجم الطموح يتجسد في إدراك أهمية العمل بتوتيرة متسارعة لتحقيق المنجزات التي يتطلع لها الجميع في المستقبل خاصة في ظل المتغيرات الدولية مشيرا إلى أن ذلك ما جسدته الرؤية المستقبلية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون للتكامل الاقتصادي من خلال وضع الأسس لمواصلة تنسيق الجهود وتطوير التشريعات والتنظيمات المحفزة للأعمال والإسراع في تنويع الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات وتوحيد السياسات المالية والاستثمارات المشتركة مع التطلع إلى تفعيل اتحاد جمركي حقيقي بما يعزز فتح وتكامل أسواق المال وشدد سموه على أهمية ربط هذه التوجيهات بخطوات عملية تضمن تحقيق الأهداف الموضوعة لها ومن هذه الخطوات مواصلة تطوير البنية التحتية الخليجية ورفضها بكل ما يؤهلها لمواكبة البنية التحتية ذات المعايير الحديثة لارتباطها الوثيق بزيادة الانتاجية والنمو الاقتصادي واستدامته وتنوعه وتعزيز تأمين البيئة الممكنة للشباب منوها بوجود التزام خليجي بتطوير البنية التحتية لدول المجلس والاستثمار فيها وخاصة المشاريع المشتركة التي تؤطر إلى مزيد من التكامل والترابط الاقتصادي والاجتماعي ومن أبرزها والتي نترقب تنفيذها هي مشروع سكة الحديد الخليجية والربط المائي والاستثمار في الطاقة المتجددة مشيرا سموه كذلك إلى الإضافة التي يشكلها مشروع جسر الملك حمد الجسر الجديد بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي سيقوم على أساس الشراكة مع القطاع الخاص وقد بدأ في استقطاب اهتمام الشركات الخاصة إقليميا ودوليا جاء ذلك لدى مشاركة سموه حفظه الله في الجلسة الحوارية في مؤتمر فكر 15 الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي تحت عنوان التكامل العربي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة المقام في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة حيث تناول سموه الأولويات التي يرى سموه أهمية تركيز مجلس التعاون عليها في المرحلة المقبلة لمواصلة الانطلاق منها نحو مزيد من الإنجازات التي تصب في صالح نماء وازدهار دوله وشعوبها مؤكدا أن نجاح مجلس التعاون يعتمد بشكل أساسي على تحفيز طاقات الشباب بالتعليم الحديث والتمكين لما يمتلكونه من قدرة على الإبداع والابتكار وتعزيز البيئة الخصبة لتطوير فرصهم في مختلف المجالات من خلال العمل على تعزيز هذا المفهوم بشكل مؤسسي وفكري سواء في ريادة الأعمال أو الوظائف النوعية وأشار سموه إلى أبرز ما تم تحقيقه للمواطن الخليجي من تسهيلات وخدمات طوال مسيرة مجلس التعاون حيث أصبح تنقل المواطن الخليجي بين الدول الأعضاء أكثر سهولة بالبطاقة الشخصية وترافقت سهولة الحركة مع سهولة ممارسة النشاطات التجارية لأي مواطن خليجي في كل دول المجلس حيث بلغ عدد السجلات التجارية للخليجيين في الدول الأعضاء حوالي أربعين ألف سجل وكذلك يمكنه تملك العقارات في دول المجلس كما أن الفرص الاستثمارية قد فتحت أمام المواطن الخليجي في أي من الدول الأعضاء كما أسامت قرارات القمم في منح مئات الآلاف من مواطني دول المجلس إمكانية العلاج الطبي في أي دولة من الدول الأعضاء وذلك إلى جانب توحيد الشراء للأدوية الذي أدى إلى خفض الأسعار وفي جانب مواصلة تطوير البناء التحتية فقد حققت ميزة ربط شبكات الكهرباء الاستفادة للمواطنين الخليجيين في تعزيز قدرات شبكات الطاقة الكهربائية وتجنب الانقطاعات ويأتي الربط المائي في المرحلة القادمة على خطى ما تحقق في مجال الطاقة الكهربائية واعتبر سموه المنظومة الدفاعية المتطورة المشتركة كضامن وحامن لهذه المكتسبات المتحققة للمواطنين في دول المجلس فالأمن والاستقرار متطلب هام لمواصلة التنمية واستدامتها فالتحديات الأمنية أمام مجلس التعاون كبيرة ولذا يجب مواصلة تقوية أسس التعاون الدفاعي والأمني بصور متعددة منها إنشاء غطاء دفاعي ضد الصواريخ الباليستية منوها بأن قيام مجلس التعاون في عام 1981 جاء في فترة كانت المنطقة تمر خلالها بعدة متغيرات مؤكدا بأن كل ذلك مؤشر واضح بأن تنسيق والعمل الجماعي في العمل الدفاعي والأمني أصبح على مستوى عال جدا ويمكن أن يتم تحقيق أفضل من ذلك في القادم خاصة وأن دول المجلس نجحت في تجنب أسباب الاضطراب التي تشهدها عدد من دول المنطقة وتحدث سموه عن أهم ما حققته دول مجلس التعاون في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري حيث أكد بأن دول مجلس التعاون سعت إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء بما يكفل الازدهار المشترك وحققت عددا من المنجزات في هذا المجال ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك مشيرا إلى أنه لو تم النظر إلى القمم التي عقدت والنتائج التي أسفرت عنها فإن دول المجلس التعاون لديها اليوم سوق خليجية مشتركة وتم توحيد وخفض رسوم الجمارك بما رفع مستويات التجارة البينية إلى 115 مليار دولار في عام 2015 مقارنة بـ 15 مليار دولار في عام 2002 معكدا سموه بأن كل ذلك يؤكد بأن دول المجلس تحوز مرتكزات الجانب الاقتصادي وتمتلك إمكانيات هائلة يمكن البناء عليها لتكون أكثر تأثيرا على المستوى الدولي ككتلة اقتصادية عالمية وفيما يتعلق باقتصاد مملكة البحرين قال سموه إنه حتى خلال تحديات عام 2011 فقد تمكنت البحرين من مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي أنذاك معكدا سموه أن البرنامج والمبادرات التي تسير عليها المملكة بالتوازي مع رؤيتها الاقتصادية 2030 سوف تستمر في الإسهام في تحقيق التطلعات والأهداف المرجوة فعلى سبيل المثال تم تحقيق زيادة في نسبة دخل الأسرة بلغ 47% منذ عام 2008 مشيرا إلى أن الرؤية تواصل خطاها بثيقة وثبات للوصول إلى أفق أرحب من الإنجاز والمكتسبات واعتبر سموه أن كل ما تم استعراضه اليوم يؤكد بأن مجلس التعاون نجح كمنظومة في مواجهة عدة تحديات ومتغيرات واستمر في تماسكه وترابطه مشيرا إلى أن دول المجلس تسير في الاتجاه الصحيح للوصول إلى مرحلة الاتحاد المرتكزة على أسس ثابتة من خلال استكمال العمل المؤسسي المشترك والتشريعات اللازمة مع الاستفادة من تجارب التكتلات الدولية الأخرى بكل ما فيها فالاتحاد يجب أن لا يكون فقط عنوانا وأنما حقيقة على أرض الواقع في كل يوم وفي كل بقعة من دول المجلس وأن يتم بشكل تلقائي بعد استكمال المؤسسات والتشريعات والتنظيمات اللازمة وأكد سموه في هذا الجانب على أهمية إعلاء الإيمان بالمواطنة والعروبة كقيم جامعة بناءة ترتقي على أي تصنيفات دون ذلك في جميع أوطاننا العربية وأضاف سموه بأنه يجب أن نعي لأهمية السمو بالدين عن أية محاولات لإساءة استغلاله سياسيا أو محاولة تحريف تعاليمه السمحة والداعية للوسطية بأيديولوجيات إرهابية متطرفة وتحدث سموه عن الدبلوماسية الخليجية والدور المهم الذي لعبته في كثير من المحافل الدولية والقرارات التي تصب في صالح دول مجلس التعاون والمنطقة مشيرا أنه لكافة دول المجلس تأثير على الساحة الدولية ولكن أيضا التحرك الدبلوماسي الجماعي المشترك حقق نجاحات وأثبت بأن العالم ينظر لدول التعاون ككتلة مؤثرة على الساحة الدولية مستذكرا سموه الموقف الموحد لدول المجلس في قمة كامب ديفيد الذي طلبت الإدارة الأمريكية عقده مع دول المجلس بعد الاتفاق حول الملف النووي الإيراني وفيما يتعلق بالعلاقات بين دول المجلس والقوى الدولية تناول اللقاء القمة الخليجية البريطانية التي استضافتها المنامة وحضرتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي في أول زيارة لها للمنطقة حيث أشار سموه إلى ما أكدت عليه رئيسة الوزراء من انتزام المملكة المتحدة بعلاقاتها مع حلفائها في المنطقة ومواصلة تطويرها على أسس أكثر تطورا من الوضوح والتفاهم إذ شددت على ارتباط أمن الخليج بأمن بريطانيا مما يدل على متانة العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين ويضاف إلى واقع أن السوق الخليجي هو ثالث أكبر سوق لبريطانيا ونوه سموه بقوة العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة البريطانية التي تواصل النمو والتطور مع احتفاء البلدين بمرور أكثر من مائتي عام من الصداقة وفيما يتعلق بالعلاقات الخليجية الأمريكية مع انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد وتشكيل إدارته الجديدة أعرب سموه عن التطلع للبناء على العوامل المتحققة للجانبين الخليجي والأمريكي من مردود هذه العلاقات الاستراتيجية مشيرا سموه إلى الحرص على التواصل الإيجابي بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين خاصة مع اختيار عدد من الكوادر في الفريق الرئاسي الجديد التي تعرف المنطقة وخلال الجلسة الحوارية تطرق صاحب السمو الملكي وليو العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للبعد التاريخي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تؤكد مسيرته المباركة منذ أن كانت مجرد فكرة وحتى الوقت الحاضر حرص أصحاب الجلالة والسمو قاد تدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على تحقيق كل ما من شأنه أن يدفع نحو تحقيق المنجزات على الأصعيدة المختلفة مشيرا سموه إلى أن الإعلان عن قيام مجلس التعاون في قمة أبو ظبي عام 1981 جاء كنتيجة حتمية لما يجمع كافة دول المجلس من عوامل مشتركة كوحدة اللغة والدين والروابط الأسرية إلى جانب البعد الجغرافي والاقتصادي والمصير المشترك ترجمة نانسي قنقر